بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم كل عام وكل عمال مصر بخير عمال مصر عمال العالم النهاردة 1 مايو عيد العمال هذا العيد اللي أصبح عيد بعد مجهود وجهود ومحاولات ونداءات عمالية كانت قد بدأت في عام 1856 وتحديدا يوم 21 أبريل في هذا اليوم خرج العمال في إحدى المدن الصناعية الكبرى في أستراليا ليرفعوا لافتة غريبة هذه اللافتة كتبت عليها حفنة من الكلمات البسيطة ثماني ساعات تكفي ثماني ساعات تكفي كانت إحدى مطالب العمال أو المطلب الوحيد للعمال في هذا التوقيت أنه عايزين نشتغل 8 ساعات فقط كان العمال بيشتغلوا العمل ممتد 12 و15 ساعة في اليوم لكن مطالب العمال بدأت تظهر في الوجود وتظهر لافتات لأول مرة بتحمل مطالب عمالية كانت برأت في أستراليا زي ما بقول لحضراتكم في 1856 وكانت اللافتة مكتوب عليها ثماني ساعات فقط هذه اللافتة انتقلت بأفكارها وانتقلت بمدلولها من المدن الصناعية الأسترالية إلى المدن الأمريكية وخاصة في مدينة شيكاجو هذه المدينة الصناعية العظمى التي انتقلت إليها هذه الأفكار أفكار أن العمال بيرفعوا اللافتة عايزين نشتغل 8 ساعات فقط وتمان ساعات للنوم وتمان ساعات للحياة الاجتماعية والحياة الخاصة كانت مطالب عادلة في هذا التوقيت لكن قوبلت هذه المطالب برفض من أصحاب الأعمال ومن رجال الصناعة ومن ثم انضم إليهم السلطة وانضمت إليهم في هذا التوقيت خرجت مظاهرات عاتية في شيكاغو ومنها انتقلت إلى تورونتو الكنادية ومنها إلى كل دول العالم فكرة 8 ساعات تكفي أو 8 ساعات فقط وحدث إضرابات عملية ومظاهرات عملية اختلط فيها هذه المطالب بمطالب أخرى ثقوية الشرطة الأمريكية تدخلت أطلقت الرصاص على العمال سقط بعض العمال من جراء رصاص الشرطة ألقى أحد المجهولين قنبلة على هذه التظاهرة الكبيرة فأودت بحياة 11 من الأبياء منهم مجموعة من الشرطة ومجموعة من العمال كانت دي في 1886 كان يوم فارق في حياة العمال في كل مكان في العالم ومنها فرض العمال رأيهم وفرض العمال على أصحاب الأعمال رغبتهم وتم الموافقة على أن عدد ساعات العمل في اليوم 8 ساعات فقط إذن 8 ساعات اللي النهاردة الناس بتحتفل بيهم أو اللي العمال بيشتغلوهم لم تأتي هكذا ببساطة ولم تأتي هكذا بتفكير عقلاني والحق والمستحق وإنما جاءت عبر تضحيات العمال وقارة العمال والنقابات العمالية الأوائل النهاردة العالم كله اتخذ من يوم واحد مايو يوم للعمال العالمي هو يوم العمال على مستوى العالم في دول بتحتفل بيه زي مصر ونقول عيد العمال وبيتم اعتماده واعتباره عطلة رسمية وفي دول بتعتبره يوم للعمال فقط بيخرجوا العمال بمطالبهم وفي دول بترفض تماماً أنها تحتفل بهذا اليوم إذن في مصر عندنا حركة عمالية وعندنا نقابات عمالية وعندنا في مصر عمال عندنا في مصر اشتوات عندنا في مصر زخيرة عندنا في مصر فيه ثروة طبيعية هي عمال مصر عمال مصر هم ملح الأرض في مصر عمال مصر العمال الشقيانين التعبانين اللي بيشتغلوا اللي بيعيشوا حياتهم من أجل أن يدور المكان من أجل أن نسمع صوت المكان المكان صوته داير بتحس أنه قلوب عمال مصر دايرة وشغالة بتنبض بالحياة في هذا اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بيحيي عمال مصر من خلال كلمة بيشكر فيها العمال بيؤكد العمال مصر أنهما الزخيرة الحية للتنمية في مصر رئيس بيقول أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم الذي يجسد في جوهره مكانة العامل المصري ودوره الوطني الهام في مسيرة البناء والتطوير وتعزيز اقتصادنا الوطني إن هذا اليوم هو رمز هو رمز للعطاء والتضحية رمز للإخلاص والتفاني نؤكد باحتفالنا به أنه لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا العصرية الحديثة إلا بالعمل الجاد والمخلص ده الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجها لعمال مصر بهذه التحية وهذا التقدير وأنا بقول من هذا البرنامج أنه صوت عمال مصر وصوت الماكينات اللي بتدور في مصانع مصر رجعت تاني رجعنا تاني نستمع إلى صوت المكان داير رجعنا تاني نستمع إلى صوت العمال هادر رجعنا تاني نبني ورجعنا تاني نعمر ورجعنا تاني نفرح ببلدنا اللي كانت أو كانت أن تسقط في محيرات من الكسل والركود تحت مغبة أسباب كثيرة لكن عادت مصر مرة أخرى خلية نحل بتعمل وفي القلب منهم عمال مصر كل سنة وهم طيبين في كل مكان النهاردة أيضا عيد القيامة المجيد بيحتفل به الإخوة الأقباط في كل مكان إخوة المسيحيين في كل مكان وأقباط مصر في القلب منهم أقباط مصر بكل طوافهم الطائفة الكبرى الأرثوزوكس والكاثوليك والطائفة الإنجلية وباقي الطواف الموجودة في كل مكان في العالم بيحتفلوا بيعيد القيامة المجيد بقول لهم كل سنة وإنتوا جميعا طيبين كل سنة وإنتوا وأولادكم في خير وفي صحة وفي سلام بقول لكل أبناء الشعب المصري كلنا بنحتفل بأي مناسبة لأي مصري بصرف النظر عن ديانته إحنا عايزين الناس في سعادة وفي سلام وفي وقام بقول كل سنة وكل قبطي وكل مسيحي من كل طائفة ومن كل ملة بخير النهاردة البابا طوادرس ألقى كلمة في هذا الاحتفال عيد القيامة المجيد وكانت العظة بمناسبة العيد وبهني شعب المسيحي بعيد القيامة تطرق البابا طوادرس إلى أنه بيصلي من أجل النيل ودائما ما يصلي الرهبان والقساوسة من أجل النيل على الدوام لكن هذه المرة بيتحدث الأنبا طوادرس بشكل واضح ودقيق ويدعو الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية والقيادة الإثيوبية إلى إعمال العقل والمنطق والحق والعودة إلى الصواب ويرسل لهم رسالة من القاهرة رسالة من الكاتدرائية المصرية بالعباسية من بابا الأسكندرية هذا البابا الذي كانت الكنيسة الإثيوبية تحت إمراته وسلطته الدينية وتحت ولاياته الدينية إنجاز التعبير ماذا قال البابا طوادرس ماذا في رسالته إلى هؤلاء الإخوة في إثيوبيا البابا طوادرس بابا الكنيسة وبابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية وتحت ولاية الكنيسة القطية كانت عموم القرى الأفريقية بما فيها الكنيسة الإثيوبية تعالوا معي نتابع رسالة البابا طوادرس الهامة إلى أبي أحمد وإلى الشعب الإثيوبي يوم الاحتفال بعيد القيامة المجيدة نحن نرفع طلبة خاصة من أجل مشكلة سد النهضة هذه المشكلة التي نصلي من أجلها كثيرا أن يمد الله وأن يعمل فيها حلولا ترضي الجميع نحن ننظر إلى دولة إثيوبيا الشقيقة فنحن جميعا في قرة واحدة قرة أفريقيا وندعو إثيوبيا حكومة وشعبا ندعوها بدلا من أي قلق أو صراع أو متاعب ندعوها إلى المشاركة والتعاون والتنمية لكما نعمل جميعا ونحن أشقاء نهر النيل الخالد لكما نعمل جميعا من أجل هذه الشعوب جميعها التي عاشت على أرض أفريقيا مئات وألاف السنين ونصلي أن ينجح الله كل الجهود الطيبة الجهود الدبلوماسية والجهود السياسية حتى لا نلجأ إلى أي جهود أخرى نحن نصلي أن يعطي الله حكمة لكل المسؤولين في هذا الأمر فالماء هو عطية إلهية يعطيها الله وعطاها منذ ألاف السنين ونهر النيل الذي نعيش على ضفافه وتعيش قبلنا تسعة دول حول نهر النيل اللي هي عشر دول في مجرى نهر النيل هذه الدول كلها تعيش على هذا النهر منذ فجر التاريخ ولذلك نحن ندعو الجميع بعيدا عن التعنت وبعيدا عن أي عناد ندعو إلى السلام وندعو إلى الحل التوافقي الذي يضمن التنمية لكل الشعوب فنحن نريد جميعا أن نعيش في حالة من السلام البابا بيقول نصلي من أجل أن ينجح أو تنجح الجهود الطيبة وينجح الله هذه الجهود وتكون للدبلوماسية قيمة وطريق للوصول إلى حل زي ما قال نصا حتى لنلجأ لأي جهود أخرى حتى لنلجأ لأي جهود أخرى دا كان كلمة البابا توادرس في الاحتفال بيوم القيامة بعيد القيامة المجيد خليني أروح مع حضراتكم ويتخيل البابا توادرس وهو بيحتفل مع الإخوة الأقباط بعيد القيامة يشغله ويشغل كل المصريين سد النهضة وتأثيراته أو الأمن المائي ومستقبله أو قضية النيل بشكل عام بتشغل كل المصريين حتى يوم أعيادهم حتى يوم أعيادنا وإحنا نايمين وإحنا صحيين لا يشغلنا ولا ينهك معنوياتنا إلا خفنا على مستقبل أمننا المائي سفيرنا في الولايات المتحدة الأمريكية السفير معتز زهران كتب مقالة رائعة في الصحافة الأمريكية هذه المقالة هي مرجع أو مرجعية لدور مصر ورأي مصر وموقف مصر من قضية سد النهضة الإثيوبي وبيشرح هذا المقال بشكل واضح في الفرن بوليسي بيقول فيه إنه على الولايات المتحدة أن تدلي بدلوها ويكون لها رأي في هذا المدمار لأنه إثيوبيا تخطط كل الحدود ومصر نجحت خلال السنوات الماضية في إضاح وجهة نظرها وتوضيح وجهة نظرها ووجهة نظر السودان فيما يخص سد النهضة في ملئه وتشغيله والمشروعات المستقبلية ومخاوف وشواغل الدولة المصرية وخطوط مصر الحمراء الحقيقة الراجل السفير معتز بيقول في هذا المقال الرائع إنه إثيوبيا أعاقد كل المفاوضات وبتحتاج مصر إلى الولايات المتحدة للحفاظ على وصولها إلى نهر النيل بشكل دقيق ده السفير معتز ظهران سفرنا في الولايات المتحدة الأمريكية بيخاطب أو مخاطباً المجتمع الأمريكي المقال في الفورن بولسي بيخاطب فيه سفير مصر الإدارة الأمريكية والنخب الأمريكية والمنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية وبيخاطب فيها القاري الأمريكي فبيقول فيها هذا الكلام يعني خلينا أقول المقال مش موجود في الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية المقال مش موجه للمصريين المقال موجه للإدارة الأمريكية بكلمات دقيقة ومحددة وواضحة وفقاً لما هو مسجل ومثبت رسمياً سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية في فترة أو حكمة الشهور التي تولت فيها أمريكا الوساطة والإشراف مع البنك الدولي ومزارة الخزان الأمريكية وتملصت إثيوبيا ولم تحضر الاجتماع الأخير للتوقيع ثم الجولات المتتالية وأخيرها جولة الاتحاد الأفريقي اللي استمرت سوعة ثمان شهور وأيضاً فخاخت إثيوبيا هذه الجولة وأدت إلى لا شيء هو كتب في المقال حاجة عظيمة جداً جداً قال إنه مصر قالت قالت مصر قالت إنه هذه المفاوضات الموجودة في كينشازا هي الفرصة الأخيرة ده بيؤكد السفير معتز زهران على مجموعة من النقاط قال لأمريكا وضح ليه الأمريكان في مقالته إنه إحنا بنعتبر فرصة مفاوضات كينشازا فرصة أخيرة وفشلت رقم واحد رقم اثنين إن إثيوبيا بتقول هنقوم بالملء الثاني وده بيمثل تخطي للخطوط الحمراء اللي رسمتها الدولة المصرية ده مين اللي بيقول ده سافرنا فيه الولايات المتحدة الأمريكية بيقول كمان إنه التهديد اللي هي يحدثه أو هيتسبب فيه سد النهضة حال عدم الوصول لاتفاق هو تهديد حقيقي وليس تهديد افتراض مش مفترض مش متصور مش خيالات وإنما تهديد حقيقي للأمن المائي في دولتين المصابة مصر والسودان من ناحية وأيضا تفخيخ المنطقة وعدم استقرار منطقة القرن الأفريقي ومنطقة شرق أفريقيا ده كلام واضح الراجل بيوصل أخطر رسالة دبلوماسية مصرية في الولايات المتحدة الأمريكية هو مقال معتز الزهران يعني أنا قرأت المقال بعناية ورأيت إنه بمثابة انظار وتحذير واستنخاء واستنهاض سميه كما شئ لكنه به نقاط محددة إن أثيوبيا تخطت الخطوط الحمراء أثيوبيا فخاخت المفاوضات أكثر من مرة أثيوبيا هي التي تناور وتراوغ وتلف وتدور والمخاطر مخاطر حقيقية وليست افتراضية والسفير زهران أوضح مجموعة أو أورد مجموعة من الحقائق المفزعة اللي احنا بنقولها كتير لكنه شرحها بشكل دقيق ومرقما للقارئ ومتخز القرار الأمريكي بيقول إنه زي الأمم المتحدة ما قالت وذكرت إن كل انخفاض 2% من المياه هيؤدي إلى تشريد مليون شخص كل 2% من المياه كل 2% انخفاض في المياه 2% مش 2% ناسف بيؤدي إلى تشريد مليون مواطن ده الكلام اللي أنا بقوله وبقالي شهرين ثلاثة وفي ناس عمالة تاخد هذا الكلام ويعني موجة من السخرية على كلامنا إنه احنا بنقول للغرب وبنقول لأوروبا وبنحذرهم وبنخوفهم وبننبههم إنه أي انخفاض هيؤدي إلى تبوير أراضي هيؤدي إلى تشريد ملايين البشر هيروحوا فين هيجيوا لكم يقبطوا على بيوتكم أوروبا القرى العجوز لن تتحمل كل هذه الموجات من الهجرة احنا ما بنخوفش بسهرنا بنحذر وبنقول لذلك السفير المصري في الولايات المتحدة ذكر هذا كلام وقال إنه لو تم الملء من جانب واحد هيؤدي لنقص المياه في مصر أكثر من مليار ومتين وثلاثين مليون متر مكعب من المياه وإنه في القطاع الزراعي وحده كل نقص مليار متر مكعب هيؤدي إلى مشكلة كبيرة في إجبار ميتين وتسعين ألف شخص على ترك العمل يعني كل مليار متر مكعب من المياه هيؤدي إلى تشريد 290 ألف مواطن على تركهم لأعمالهم الزراعي وتدمير أكثر من 321 ألف فدان من أراضي المزروعة وزيادة 150 مليون دولار في الوردات الغزائية وخصار 430 مليون دولار من الناتج الزراعي ده أرقام أرقام بتخض يعني بختصر هذه الأرقام أنه كل مليار متر مكعب احنا بجينا 55 ونص لو مليار واحد نزل بقين 54 ونص المليار ده بيبور زي ما بيقول الأرقام اللي تذكر السفير حوالي 300 ألف فدان 300 ألف فدان حوالي كم مواطن 200 ألف 300 ألف مواطن يعني 300 ألف مواطن على اعتبار المواطن في فدان ولا كل اتنين من المواطنين في فدان يعني معناها يبقى عندي كل مليار هيشرد حياة 300 ألف أسرة يعني مليون مواطن يبقى المليار مليون مواطن لو نزل 5 مليار في 5 مليون مواطن هيتم تشريدهم أو هيتعرضوا للتشريد والتشرد نتيجة نقص المياه وتبوير الأرض الزراعية كل دي أرقام احنا بنقولها لا بنخوف حد ولا بنهدد حد لكن بنقول يا جماعة احنا عندنا قضية عادلة قضية قانونية وإحنا بالمناسبة مش دولة ضعيفة بنقول للحقونا وإحنا مش قادرين وإحنا خلاص يعني وقفين رفعين إيدنا ورفعين راية راية بيضة على الإطلاق لا نردد هذا على الإطلاق وإحنا بنقول للعالم كله من خلال منابرنا ومن خلال مؤسساتنا الرسمية إن إحنا أصحاب حق وفقا للقانون الدولي اللي الناس بتعمل به في المؤسسات الدولية اتنين وفقا للقواعد التاريخية والمعاهدات الدولية إحنا أصحاب حق وكمان إحنا عندنا قوة يا جماعة إحنا بنشهد العالم على إثيوبيا إحنا عندنا المنطق وعندنا القوة القانونية وعندنا الحق القانوني وعندنا الحق التاريخي والمية دي أجراها الله منذ ألف السنين يا عالم يا هو احنا بنقول لكم احنا أصحاب حق وكمان احنا أصحاب قوة عندنا قوة عسكرية نقدر ناخد حقنا بالقوة لكن احنا مش عايزين نصل بالأمر إلى صدام عسكري لا يحمد عقباه وكنا نتكتو كراهية الشعوب احنا بنقول لكم من فضلكم احنا بنلجأ لكل الدول ونطرق كل الأبواب مش عشان احنا ضعاف لا سمح الله او علشان احنا ما عندناش أدوات لا سمح الله لا احنا عندنا فرط قوة احنا بقول بشكل واضح عندنا فرط قوة واحنا مسلحين واحنا مدربين واحنا عندنا قوتنا وقوتنا نصل بها إلى أي مكان في العالم مفيش حد بعيد عن قدراتنا وده كلام واضح واتقال رسمي فبالتالي لما اقول لأمريكا عن طريق السفير معتز زهران احنا عايزين كنت تدخلوا بنقول الروس لو سمحتوا تدخلوا بنقول للدول العربية لو سمحتوا تدخلوا بنروح للدول الافريقية لو سمحتوا تدخلوا احنا عايزين نمنع كارثة انا بقول عايزة أمنع كارثة احنا نهدف إلى او نهدف إلى منع كارثة محققة مش افتراضية في حال تعند اثيوبيا وفي حال الاضرار بالامن الماء المصري في حال الإضرار بالأمن المصري لن تجد نظريات ولا جدال ولا تجد رأي ورأي معرض تجد كله رأي واحد فقط في حال تعرض مصر وأمنها الماء للخطر لن تجد أصوات نشاد هتجد الشعب المصري كله برمته كتلة واحدة وعندنا القدرة وعندنا القوة وعندنا الإمكانيات أن احنا نجيب حقنا بالقوة لكن احنا بنقول بنطرق أبواب السلام بنطرق أبواب الدبلوماسية بنطرق أبواب التفاوض في نفس التوقيت اللي احنا فيه أقوية يعني أنا بقول للمصريين لما أنا أقول لأمريكا أننا بتدخلوا وتفضلوا أي دور ضاغط من أجل الوصول إلى حل ولما يجي وزير خرجاء يلف عن الدول الأفريقية الستة ولما يجي الرئيس يتصل بزعماء العالم ده كله مش عشان احنا ما عندناش أدوات لا احنا بنشاهد العالم واحنا بنحاول بنضغط على الأثيوبيين ضغط عشان ناخد حقنا مش عشان ناخد حقهم وفي نفس الوقت بقول مش عايز أستخدم قوتي أنا مش عايز أستخدم قوتي لأسباب كتير أنا دعاة سلام اتنين أنا عندي معركة بنائية تلاتة أنا ما يؤتى أو ما نحصل عليه أو ما يتحقق به السلام والمفاوضات أفضل لأنه أي حرب في النهاية فيه مفاوضات في الآخر احنا كل هذا الوقت وكل هذا التحضير وكل هذه المحاولات من أجل أن لا نصل إلى نقطة هذه النقطة لن تكون مفيدة بالتأكيد من كل الأطراف لكن الله غالب ما عندناش حل تاني نعمله فإحنا تاني عايز أقول للناس إن إحنا كل محاولاتنا ليست عن ضعف وإنما عن قوة يعني كل محاولاتنا في محاولة البحث عن حلول للمفاوضات دا مش ناتج عن قوة واحد ضعيف بيحاول حلوهالي لا دا ناتج عن قوة عندي رضعه عندي قوة حقيقية أقدر استخدمها في أي وقت بالمناسبة لكن إحنا تاني بقول وضع للصوت وعلى الواء وعلى الهواء مباشرة بقول إحنا لسنا دولة ضعيفة إحنا دولة قوية مش قوية وبس وعندنا فرط قوة كمان لكن رغم هذه القوة الهادرة إلا إن في حكمة في التعامل وفي استخدام هذه القوة عندما توصد وتغلق كل الأبواب والنوافذ عن حلول توفيقية أو توافقية لن يكون هناك حل إلا استخدام القوة وإلا لماذا جئنا بهذه القوة أنا بطمن الناس وبطمن الشعب المصري إنه لكل وقت أذان فبالتالي إنه متخذ القرار دارس مش بيدرس دارس وعارف وفاهم وحطت سيناريوهات وبدائل واحتمالات وكل احتمال إحنا جاهزين له قولا وحدا بالتالي بقول إحنا خلينا ماشيين في اتجاه بنحاول صادقين بالمناسبة مش بعلم بس عليهم وبشاهد عليهم لا صادقين فعلا إحنا بنحاول نوصل لحلول بنحاول نوصل لحلول عن طريق التفاوض بنحاول نقنع العالم إنه الموضوع خطر حقيقي مش خطر افتراضي لكن هل يستمع الجانب الإثيوبي هل يتعقل الجانب الإثيوبي يعني أنا في ظني أتمنى ذلك في ظني إنه الوضع أخطر من ما هو ظاهر لأنه الدولة الإثيوبي في الداخل لديها مشكلة كبيرة طيب عندي في مصر في تحرك في سد النهضة مقال السفير معتاز زهران ده تحرك رائع جدا في الولايات المتحدة الأمريكية والمصريين في الخارج عاملين حالة رائعة والتحركات والاتصالات المصرية مع كل القوة ومع كل القوات دولية أعتقد إنه بيسير في الكلام اللي بقوله طيب إيه اللي حصل فيه السودان السودان وزير تقاريجات سودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي في جولة أفريقية اللي شرح وجهة نظر السودان ومصر في دولتها المصاب في مواجهة الجانب الإثيوبي المتعند راحت إلى رواندا حيث التقت بالرئيس بولكا جامي الرئيس رواندا اللي كان رئيس التحدي إفريقيا 2018 وشرحت لوجهة النظر وقالت مريم المهدي إن تنصر إثيوبيا الانتقائي تنصر الانتقائي عن الاتفقار الدولية لأسباب سياسية محلية نهج مضر ومكلف قالت أخطر ما قالت في رواندا قالت إن إثيوبيا بتقول إحنا مش معترفين بالاتفاقات أثناء الحقبة الاستعمارية ردت مريم الصادق المهدي قالت له إنتو مش معترفين بالحقبة الاستعمارية رغم إن إنتو كنتم مستقلين كنت دولة مستقلة والسودان اللي كانت محتلة وإنتو وقعتوا بمحض إرادة وحرية واستقلال وسيادة ومن ثم هذا الكلام بقى المهم جدا اللي أنا قلت من حالة عشر تيام عجبني جدا هذا الكلام والله لو أنتو مش عايزين تعترفوا بما صدر من اتفاقات أو ما وقع من اتفاقات في الحقبة الاستعمارية خلاص يبقى داها ينقص أو يؤثر على سيادة إثيوبيا نفسها ليه يا ستي؟ قالت لأنه من ضمن الاتفاقات إن بني شنقول اللي فيها السد منطقة بني شنقول إقليم بني شنقول أصلا أرض سودانية وهذه الأرض تم التنازل عنها في الحقبة الاستعمارية للجانب الإثيوبي في ظل اتفاقات معينة وانا شرحت لحضراتك وهذه الكلام هنا من قبل إنه بني شنقول أصلا كانت أرض مصرية بني شنقول كانت أرض خدوية تم شراءها في عهد الخدوي إسماعيل 1826 أنا أعتقد لم أكن مخطئ تم الشراء وتم التنازل لأن كانت اسمها إقليم الدهب وإلى آخره وتم التنازل عنها في هذا التوقيت والسودان لأنها في الأرض المتخمة بين السودان وبين إثيوبيا تم التنازل عنها أثناء الاحتلال الإنجليزي للجانب الإثيوبي في مقابل تفاهمات خاصة بإنين الأزرق فهي السودان عن طريق مريم المهدي لأول مرة وأنا سعيد جدا بهذا التطور في الخطاب إنه بتقول لهم والله لو أنتم عايزين تلغوا بقى الاتفاقات الاستعمارية تعالوا بقى نهدها كلها ونبنيها من جديد وهترجعوننا بني شنقول اللي فسد يعني دي كانت أرض على فكرة الغيب دلوقتي سكان بني شنقول الشعب اللي موجود في بني شنقول 4 مليون سودان 4 مليون واحد بيتكلم عربي 4 مليون واحد بيتكلم عربي من 5 مليون في بني شنقول وبني شنقول حتى يبدو من الإسم إنه إسم عربي فبالتالي بني شنقول كانت أرض سودانية أو مصرية مش فرقة والسكان الموجودين قبائل سودانية وآه مريم المهدي بتقول لهم لو أنتم عايزين تلغوا الاتفاقات بتاعة 1902 عشان هي حقمة استعمارية يلا بقى نعيد ترسيم الحدود تاني هناخد منكم وانش نقول وأنا بقول بالمناسبة للجلب الأثيوبي بضم صوت لصوت مريم بقول إن إحنا عندنا أراضي أملاك في منطقة التجري الحدود بين أثيوبيا وإريتريا دي أرض مصرية وأملاك مصرية وبقول تاني لو إحنا دخلنا في القصة دي ولغينا الحقمة الاستعمارية يلا نجيب الخرايط اللي موجودة في مصر عندنا إن كان جزء كبير من بلاد الحرشة أراضي مصرية وأملاك مصرية وأراضي كثيرة من إريتريا كانت أراضي مصرية في هذه الحقبة حقبة الخدوية بالتالي أثيوبيا بتفتح النار وبتلعب بالنار أثيوبيا الآن وأنا بقول للاتحاد الأفريقي كان اسمه منظمة الوحدة الأفريقية هذه المنظمة قالت إن الحدود المرسومة حتى تحت الاستعمار معترف بها هي الحدود المعترف بها دوليا والأمم المتحدة أقرت بهذا لأن كل الدول الأفريقية اللي كانت محتلة قامت بترسيم الحدود أثناء الاحتلال لو لم يكن هناك اعترافا وتسليما بهذا الأمر لا تحولت القارة الأفريقية بل والعالم إلى صراعات وحروب دامية على حدود تامة رسمها في فترات سابقة إذن أثيوبيا تحاول أن تقوض عمل أساسي ومبدأ أساسي في الاتحاد الأفريقي لذلك ردت عليه مريم صادق المادي قالت له أنتم عايزين تعترفوا بحاجات وتلقوا حاجات أنتم بتقولوا مش معترفين بالاتفاقات المائية في فترة الاحتلال هي بتقول لهم ومن ثم يلا كمان لا نعترف أيضا بترسيم الحدود ومن ثم بنشنقول المنطقة اللي فيها السد هي أرض سودانية وعندنا بالمناسبة وصائق بتؤكد هذا فيه أكيد عندنا فيه مصر وفيه أيضا المملكة المتحدة بريطانية اللي كانت بتحتل سودان في هذا التوقيت وراحت مريم المهدي من رواندا إلى أغندا والتخت مع وزير خارجية الأغندي ويأكد على ضرورة التوصل إلى حل يرضي الثلاثة أطراف بتستمر المفاوضات في هذا الاتجاه والمباحثات في هذا الاتجاه الكل بيقول نتمنى لكن من يستطيع أن يضغط على الجالب الإيتيوبي ويأخذ منه كلمة ويستطيع أن يكون هناك إرادة سياسية أعتقد أن الموضوع صعب لغاية ومصر وسودان بتستمران في الضغط على شركة سليني الإيطالية من خلال التلويح سوداني بيق مقادة هذه الشركة لأنه قامت بإنشاء وتدشين السد مع الجالب الإيتيوبي دون الوضع في الاعتبار المدار البيئية التي يمكن أن تحدث لدولتين المصاب من جراء عدم العمل بشكل دقيق فيما يخص الأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة فاصل ونعود أهلا بحضراتكم من جديد يعني التحركات المصرية والتحركات السودانية مصر بتعمل مقال مهم جدا في الفورن بوليسي والبابا توادرس بتكلم وبينواجة الشعب الإثيوبي والإدارة الإثيوبية والسودان بتحرك في جولة أفريقية برواندا وأوغندا ولسه الجولة المستمرة لكن تعالوا شوفوا الجانب الإثيوبي بيعمل إيه يعني أدي مصر والسودان في محاولاتهم الجانب الإثيوبي السفير الإثيوبي في السودان بيقول أن مصر والسودان الاثنين حاولت فرض توقيعنا على اتفاقية تقيد استخدامنا لنهر النيل بيستمر أكاذيب في أكاذيب في أكاذيب وكأن مصر والسودان بعبع بالنسبة لإثيوبيا وبتعامل معنا في الإعلام الداخلي وبتعامل معنا بشكل بتعامل مع مصر وشدان على أنهم دولتين استعماريتين وده شيء مؤسف جدا طبعا خليني بس أفكر الجماهير أنه إثيوبيا عندهم انتخابات يوم 5 يونيو يوم 5 يونيو القادم يعني يوم 5 في شهر 6 القادم عندهم انتخابات عامة في إثيوبيا فمن ثم هناك دعايات ومحاولات لدغدغة مشاعر الجماهير في إثيوبيا يعني النهاردة أبي أحمد فيه كلمة بمناسبة وتغريدة بمناسبة لاحتفال بعيد القيامة المجيد فبيكلم الإخوة المسيحيين في إثيوبيا بقولهم كل سنوهم طيبين وبدأ يقول خدوا بالكم عندنا نقطة 2 النقطة الأولى هي الانتخابات القادمة والنقطة الثانية هي الملء الثاني دول تحديين من أخطر ما يمكن هو بيقول للشعب الإثيوبي أثناء الاحتفال بيعيد القيامة بيقول إن احنا عندنا تحديين التحدي الأول هو الملء والتحدي الثاني هو الانتخابات وأعداءنا مش عايزين لا الملء يتم ولا الانتخابات يتم لكن احنا إن شاء الله هننجح وبيقول وبيقول إنه بمناسبة عيد القيامة فإن قيامة إثيوبيا أو نهضة إثيوبيا ستكون بعد الملء الثاني وإجراء الانتخابات نؤمن التلاعب بمشاعر الناس واستخدام الدين واستثمار الدين لتحقيق مقارب سياسية يعني الراجل استغل مناسبة دينية ويتلاعب بالألفاظ وقال للناس وإنتوا بتحتفلوا بقيامة المسيح إن شاء الله إثيوبيا قيامتها بحاجتين باحتفال بالقيامة عندنا الانتخابات الإثيوبية وعندنا الملء الثاني لسد النهضة هما الانتين مع بعض اللي يصنعوا المستقبل المبهر للشعب الإثيوبي بفكركم إنه من أسبوعين كان فيه أو من أسبوع يمكن كان عنده صحور أو فطار مع مجموعة من السوريين وراح برضو فتر معاهم وقال كلام شبيه بهذا الكلام أعتقد إنه توظيف سيء وخبيث لمجموعة من الأهداف تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية الدنيئة بالمناسبة خلينا أقول لأنه أي استخدام للدين من واحد من رجل سياسة يستخدم الدين رد عليه النهاردة رد يعني أنا بقول النهاردة البابا تودرس بيصفع هؤلاء المتلاعبين بالدين وبيصفع هؤلاء بيعطي هؤلاء درسا قاسيا البابا تودرس النهاردة بيعطي درسا قاسيا للمتلاعبين وهؤلاء الذين يعبثون ويلعبون بالمار من داخل الكنيسة التاريخية الأقدم في العالم الكنيسة الأرسدوكسية بيتكلم البابا تودرس بيه هقول لهم اجنحوا للسلم اجنحوا للسلام المفاوضات مش عايزين نلجأ لخيار أغ ده البابا في الكنيسة النهاردة هو كان موجود هناك بيقول لهم انه قيامة اثيوبيا في يوم عيد القيامة مرتبطة بالملء الثاني ومرتبطة باجراء الانتخابات وكمان يفوز في الانتخابات شيء يعني غير متصور وغير مسبوق الحقيقة خليني يعني الوضع اللي بيقوله النهاردة ابي احمد انا فعلا يعني لم اكن اتخيل انه ممكن يكون فيه استخدام كان الاخوان بيعملوها لكن بيعملوها ومازالوا لكن ان يقوم هذا الرجل بالعبث والتلاعب بهذا الشكل وفي يوم عيد القيامة بمشاعر الناس متوهجة دينيا يبدأ يقولهم انه شايفين قيامة المسيح شايفين حسين يلا والشمع اللي بتلعوه والصلاوات اللي بتصالوها في نفس التوقيت قيامة اثيوبيا بقى مرتبطة بايه بملء السد الملء الثاني وايضا ب الانتخابات واخدوا بالكم انه اعداءنا مش عايزين ننمل السد والخوةنا مش عايزين الانتخابات تتم يعني كمان بيشيع يوم العيد اللي فيه سلام المفروض بيشيع فيه الكراهية كراهية شعوب بينها وبين بعض وكراهية عرقيات داخل اثيوبيا بينها وبين بعض في نفس التوقيت سبحان الله تبعتكم لكم ما جرى في كنيسة السلطان دير السلطان في القدس الشريف والكنيسة او الدير مصري منذ يعني قرون هذا الدير دير ملك الكنيسة المصرية والاحباش بيتواجدوا هناك بشكل غير رسمي لكن يعني سعة صدر الأقباط المصريين اللي فيه الدير السلطان احتضنوهم واعتبروهم لاجئين ودعوهم يقيموا شعائرهم واحتفالاتهم داخل دير السلطان المصري القبط المصري لكن مع الوقت اراد الاحباش ان هم يجدوا لانفسهم داخل الدير موت قدم بشكل غير شرعي فاقاموا خيمة خلال الساعات القليلة الماضية هذه الخيمة داخل دير سلطان المصر القساوسة الاقباط المصريين اللي هناك منعوهم وقالوا لهم ده مش صحيح وده لا يجوز وده لا يمت للدين بصلة وكان هناك حوارات تبعتوها فادي واحد اثيوبي بيواجهه بيواجهه مين بيواجهه يعني الانبى فيه الدير اهو ادي الاثيوبيين بشكل عنيف جدا وبشكل فيه كراهية لا تتوائم مع الاجواء المفروض الروحانية في هذا المكان المقدس داخل دير داخل القدس الشريف هذه صور لبعض مما جرى وحدثت منوشات والشرطة الاسرائيلة طبعا لن تتدخل بشكل يحق الحق الاصحاب وانما بتقف لتؤجج المشاعر بين كل الاطراف ده المواجهة المصرية ده سلوكهم سلوكهم حتى على مستوى الدين سلوك الاحباش على مستوى الديني شايفين الكراهية ده بقول انه المفروض الدين بيدعو للتسامح المفروض الكنيسة بتدعو للتسامح المفروض شايفين الراجل المصري واقف بيقول لهم انتوا تسلوا وتعيدوا على رأسنا من فوق لكن ما تقمش خيمة داخل الدير السلطاني او دير السلطان في القدس اللي هو مملوك للمصريين خلينا اروح مع حضراتكم الى مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي امريكا داخلت على الخط بقى بقوة عملوا ايه هقول لحضراتكم يعني فيه اكتر من تحرك في هذا الاتجاه مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي اتقابلوا مع الميستر جيفري فيلتمان اللي هو المبعوث الامريكي لمنطقة القرن الافريقي واثيوبيا اللي بتلكوا عليه الاسبوع اللي فات اللي هو جاي عشان ثلاث ملفات سد النهضة والحدود السيدانية الاثيوبية ومشكلة التجريب اتقابل مع اعضاء مجلس الشيوخ الامريكيين وقالولوا يعني عليك دول نصايح رشدة اعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي للراجل جيفري فيلتمان بيقولولوا اهم حاجة تركز على ان ابي احمد واعضاء حكومته يسمحوا لمنظمات الاغاثة الدولية ان هي تروح تسلم وجبات غزائية ويعني مساندات ومساعدات انسانية للناس في اقليم التجريب اتنين عليك ان انت تحاول ان تقلل مع ابي احمد من الانتجهات الحقوقية للناس في عموم الدولة الاثيوبية واثيوبية فيه عملية تصفية على اساس عرقي في ليس في التجريب فقط وانما في اكتر من مكان يبقى اعضاء مجلس الشيوخ بدأوا في عملية تلقين سياسي لفلتمان قبل مجيئه الى المنطقة وعندهم خبرة اعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي وهم عادين بيحفزه الراجل فيلتمان وهو راجل يعني عقر اوي لكن هم عادين بيقولوله المشاكل والموضوع كبير والموضوع محتاج تدخل سريع وربما البداية تكون من اقليم التجريب في نفس التوقيت اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي برضو ايزور السودان خلال الايام القادمة عشان يعملوا مباحثات بشأن النزاع الحدودي مع اتيوبيا وقضية سد النهضة طبعا الناس اللي جايين منهم سيد كريستوفر كونز وكريس فان هولين كريستوفر كونز ده معروف انه في الاوسطات الامريكية انه صديق السودان هو كان ليه دور كبير جدا في الدفع في اتجاه ازالة اسم السودان من الدول الرائية للارهاب وكان ليه دور الحقيقة يعني هو اسمه صديق السودانيين او صديق السودان ده هيروح السودان يلتقي مع المسؤولين السودانيين خلال الايام القليلة القادمة ومعاه سيد كريستوفر فان هولين اتصور انه هذه التحركات الامريكية يعني بتصبوا كلها في اتجاه محاولة البحث عن حلول في صدر قانون مجلس الوزراء في اثيوبيا بادراج حركة تحرير او جابة تحرير التجريه يا جماعة ارهابية شغالين مش ببطلين في هذا الاطار طبعا في خبر تاني برضو من اثيوبيا اخر خبر عندي من اثيوبيا في مقتل 21 مدني في عمليات انتقامية من قوات مسلحة غير حكومي فين في الجنوب الغربي وانا ليه اهتم بالجنوب الغربي اقولك وهذا الخبر لانه في منطقة كافا في جنوب غرب اثيوبيا في هناك استفتاء سيتم على انشاء او على استفتاء على انفصال اقليم في غرب في جنوب غرب اثيوبيا تحت مسمى دولة جنوب غرب اثيوبيا ده في استفتاء هيتم لسكان الاقليم للانفصال عن دولة اثيوبيا ده فين؟ في جنوب غرب اثيوبيا قريب من كينيا اعتقد الوضع هناك يعني بات خطيرا في نفس الاطار عندنا فيه التحرك برضو الامريكي بقول فيه لجنة امريكية مكونة من اربع شخصيات اتنين دبلوماسيين واثنين امنيين مستشار وزير خارجية منصق الامن القومي لشرق الاوسط وشمال افريقيا ومساعد وزير خارجية لشرق الادنى ونائب مساعد وزير الدفاع لشرق الاوسط كين من يوم واحد من يوم سبعة جولة في المنطقة فين؟ هيروحوا الى مصر والاردن والامارات والسعودية الملفات عديدة اول ملف ايران مع دول خليج هتكلم مع الامارات السعودية على ايران وفي نفس التوقيت اللي امريكا بتنساعد فيه من افغانستان فاهمية الخليج بيعملوا مفاوضات او مباحثات مع مصر على القاتل استراتيجية هنتبه معاكو خلال الام القادمة نتائج اعمال هذه اللجنة خليني اقول لحضراتكم النهاردة الاخوان خلال اليومين كان فيه مقابلة غريبة الحقيقة بين علي همام ده عضو مجلس شورى الاخوان في تركيا وكرمالة اغلو ده رئيس حزب السعادة يبقى لما الاخوان شعروا ان الدولة التركية واردوغان يعني على تقارب مع مصر اهو فراحوا قابلوا الراجل كرمالة اغلو رئيس حزب السعادة الاخوان راحوا ده المعارضة هو حزب اسلامي او حزب زوء توجه اسلامي وهم الخليفة والخليفة والخليفة وفي نفس التوقيت بدأ الاخوان يبحثوا عن اي ثغرة في المعارضة فكانت لقاهم مع كرمالة اغلو رئيس حزب السعادة زوء التوجه الاسلامي في تركيا النهاردة بسرعة ده كان يوم واحد وعشرين بالمناسبة النهاردة واحد خمسة خرج ابراهيم مونير النائب المرشد العام للاخوان واصدر هذا البيان هذا البيان خلاصته بيقول له تركيا كتنخركم متشكرين احنا هنقل عندكم او الناس الموجودين من الاخوان عندكم لن يقوم بأي اعمال تخالف النظام ولن يقوم بأي اعمال تؤدي الى الاضرار بالدولة التركية ده واحنا حرصين على الامن التركي والدولة التركية ده محاولة للاعتذار عن لقاء الاخوان مع كرامالة اغلو اللي هو من حزب السعادة المعارض يوم واحد وعشرين يبقى الاخوان بيترنحه وبيتخبطه مع التوجه التركي في التقارب مع مصر اللي بالمناسبة النهاردة برضو خبر مهم جدا تركيا السنة اللي فاتتوا اللي قبلها بتستخدم حق الفيتو هم عندهم حق الفيتو في حلف الناتو لأنهم أعضاء في حلف الناتو فكل ما حلف الناتو يقول هنتقارب مع مصر أو فيه اتفاقية تنسيق مع مصر في أمن المتوسط تركيا تروح رفعه الراية وتقول أنا بستخدم حق الفيتو أنا ضد هذا الكلام النهاردة تركيا قامت بإلغاء استخدام حق الفيتو فيه تنسيق بين مصر وبين حلف الناتو بصفتها أحد أعضاء دول حلف الناتو لأنه وذلك ده مهم فيه تقديري أنه بيصب في اتجاه تدوير الزوايا بين مصر وبين تركيا خلال الفترة الحالية طيب خلاص الوقت الخلص وكان عندي موضوع بكرا إن شاء الله أتكلم مع حالكو فيه دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر